يتضاءل حجم المساعدات الإنسانية العابر إلى قطاع غزة هذا الأسبوع بشكل كبير عما سبق فبعد أن كانت المئات من الشاحنات تمر خلال اليوم الواحد إلى القطاع قبل تدمير معبر رفح الفلسطيني صارت بضع عشرات فقط هي جملة ما يمر من المساعدات الإنسانية خلال الأسبوع الواحد على صعيد آخر شهد القطاع قصفا عنيفا طيلة اليوم بينما تصعدت أعمدة الدخان من داخل مدينة رفح الفلسطينية المزيد يستعرضه لنا الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري أحييكم من أمام معبر رفح البري بمدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة حيث مازلنا نرصد آخر المستجدات هنا هذا اليوم قد شهد انخفاضا حدا في عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة حيث لم يعبر سوى 17 شاحنة تم رفضها جميعا إلا اثنتان فقط هما اللتان تم إفراغ شحنتهما هناك في معاذ الجميع وكانت هذه الشحنة عبارة عن أشولة من الدقيقة الذي يستخدم في صناعة بخبوزات وأيضا كاراتين من الأغذية ومساعدات من برنامج الغذاء العالمي كل هذا تم رفضه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وكان لدينا أيام الجمعة والسبتة عطلة ولا يوجد عمل فبالتالي ثلاثة أيام كاملة لم يعبر فيها أي مساعدات إلى قطاع غزة أضف عليها هذا اليوم الأحد لم يعبر سوى عربتان فقط وهو كم ضئيل جدا إذا ما قورنا بالأشهر السابقة والتي كان يعبر في اليوم الواحد المئات من السيارات الإغاثية على مستوى الوقود عبرت تسع سيارات شاحنات محملة بالوقود خمس منها كانت محملة بالسولار وأربع محملة بالغاز ولكن هذه أفرغت ما تحمله وتم إمراره إلى الجانب الفلسطيني كان هذا اليوم يشهد قصفا عنيفا على الجانب الفلسطيني وقد رأيت بعيني في هذا الجانب من غرب رفح بالقرب من ساحل البحر المتوسط أمام رفح الفلسطينية رأيت أعمدة الدخان تصاعد من أحد المنازل التي تم قصفها هناك وسط تصاعد شديد وقصف سمعنا طيلة اليوم على الشريط الحدود هنا وهنا في هذه النحية في اتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة هذه كانت أبرز الأشياء والأحداث حتى ساعتنا تلك عند معبر رفح المصري بالقرب من قطاع غزة المحتلق ترجمة نانسي قنقر